انهزم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم في ثاني خرجة ودية له تحضيرا لمباراة السيراليون أمام منتخب السينيغال بهدفين لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى شاكر بالبوليدا المنتخب السينيغالي كان السباق لتهديف عن طريق اللعب موسى في الدقيقة الثلاثين قبل أن يضاعف زميله بادارا باجي النتيجة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة وثلاثين في حين سجل للمنتخب الأولمبي الجزائري البديل حدوش زكريا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الثانية وثمانين لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين لهدف جديد بعض المباراة رميز الرعيikat في البضي من المباراة في البداية إنهاء لمباراة نحن المباراة بمقام موسىرة للمناتخب في الدقيقة الثلاثين kach هناك حسب لحثم لغض المباراة في الدقيقة موسى التدريقة بمقام موسى بعض القراش صفحاة فما لم تكن من وحسب فتى عبارات تدرسين. في سنجال ، فقد تمرنا الاواقل إحgresي بحضراء. نحضر بحضر للمقابلة للجائة منها اليوم. كيف اعتقدنا السابقة ، على المقابلة، لا يجب أن نضغونا الغذرة ، ننسي بأسراغ ، لكن هذه المقابلة الأخسارة ستفضل على الملاح سوف نعرض حضروب جدية تامة لكي نتخلق في المقابلة عصير الأريم ليضغلوا في المستوى نحن نحن في قائد الإنفا نحن في جولات الأمرياض ونحن نحن في الفرق لنا أولا لكي نحن في القائد ونحن نحن لذلك لذلك جميع صورة ومعهما الحمد لله أعربا المستخدم الجديد لندي اتحاد العاصمة أسمى الدرفيل عن سعادته بعد توقيعه مع الفريق وأكدنا أن هدفه يبقى اللعب مع المنتخب الأول ذو كان في اتحاد العاصمة ذو كان راح نزيد نكونفيرمي العام ليدرتوف مع أمل أربعة وإن شاء الله نكون في المستوى نكون عند حصن ضون الجامع بأنسان إن شاء الله نخدم ونزيد نطور الإمكانية تاعي باش نلعب في المنتخب الأول ذو كان حلمت أي لعب ذو كان نخدم أنا ما نقول لكش الهدف تاعي فس كل الخدمة هي اللي تجيب لك الأهداف تاعي نحضرش بزاف اللي نخل نديرها فتينة اللي هي الصح ذوك تحضر بزاف بلا ما تخدم شغل ما درتوال وأنا نخدم بزاف ونحضر شوية وإن شاء الله نكون كما نقولوا نتوفق وربي يوفق